السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الوصفاخ في فضريفة ضمن ديال تحضيرات ديال عيد الاضحى سنشارك معكم كيفية تنظيف والتعقيم ديال احشاء ديال الخروف اي ما يسمى التقلياء او الكرشة كل واحد كي كي يسميها كما كان عرفو كل واحده طريقة دياله انا عندي هنا الكرشة وعندي الريا وبطبيعة الحال المصارن وكذلك القجوطة غادي تشوفوا معي الطريقة باش كننطفهم جدا سهلا وبسيطة ممكن اي وحدة تستعن بها الطريقة لان فعلا كتجي بها الديدة وما كيبقى فيها لازفو ريا لاتشي حاجة صراحة مزيانة هالطريقة اللي كنشارك معكم دائما هي اللي عندي معتمدة وغادي تنفع ان شاء الله حتى المبتدئات كما كتشوفوا اول حاجة عندي بديت بيها هي اذك الريا طبيعة الحال بعد ما قصلتهم استقطروا في واحد الشبكة قدرتهم هنا في واحد البانيو غادي نحاول نقطعهم قطع هكا لشوية يكونوا شوية كبار لان كما كان عرفو الريا مني كتطي براكت كتتقلص في الحجم ديالها ما كتبقاش كما هي يعني غادي نحاول نقطع واحد القطع شوية كبيرة وغادي ناخد واحد السيكي لك وكون شوية هكا حد سوف يكون نجيب هنا واحد تنجرة وغادي نحاول ديك القطع اللي كان نقطعها غادي نحطها تمامايا وغادي نحاول كذلك نقطع هنا يا تلك القرجوطة تهية قطعك شوية تكون كبيرة وغادي نضيفها لهاد شي اللي اضفت في الاول وغادي نستعمر رحتك ننسلي ديك الكمية خلاص ليندي ومن بعد غا ندوز هنا ديك الكرشة اللي كانتكون هكا حرشة طريقة ديال تنضيف ديالها كما كتشوفوا كان قلب على الطهر ديالها كان حاول ناخد واحد السكين كان بدها هكا بحلقة نقرتوها من اللور ولا فيها شي هكا جلدها ولا شي شحمة كان حاول نحيدها طريقة جدا سهلة بعد ما كان اصلا نغسلتها من قبل صاف ولا بقي شي فيها شي حاجة كان عاود نزولها وكل اللي كي يكرطها بحلقة من الوجه ديالها ما عادش نكرطها بزاف كان حاول نكرطها هكا جيدا كان ناخد الوقت الكافي صاف ومن بعد غادي نغسلها ونكمل معكم طريقة ديال تقطع تهيارة سهلة كان حاول نقطع واحد القطع شوية هكا ما تكونش كبيرة بزاف ما تكونش صغيرة صافي وغادي نستمر هكا كما كتشوفو على هاد الطريقة حتى كنسلي هاد الكيمية كاملة اللي عندي بهاد الكيفية اللي وريتكم ومن بعد غادي ندوزو كذلك طريقة ديال المسارن صافي الكيمية اللي قطعت هكا اللوحة هنا يا هاد الكيمية ديال كرشارة كلها هي هادي غادي نحاول نقمها كاملة وغا نشارك معكم كذلك طريقة ديال الاحتفاظ بيها هاد النصائح صراحة كي يستفدوا منهم المبسديات بزاف صافي غادي نحاول نقطعها الى قطع هكا شوية كبيرة انا مني كطيب كان عارفو هكا تقلص في الحجم ديالها كذلك غا نجيب تكشي اللي باقي لي غادي نكمله على هاد المينوال وانا عن نستمر ان شاء الله بعد كيفية كي مورسكم في الاول هناك مشتور اني سليد ديك الكمية ديال الجهة اللي كسكون عندنا حرشا كذلك الكرشاو كذلك الريا صافي اخر حاجة بقاتلية هي المصارين ممكن ضفرهم انا صراحة ما ضفرتهم مش غادي ناخد منهما واحد الكمية قليلة حيث كل ما كيبغيهنش ممكن يستغنع ليهم صافي غا نقطع فيهم واحد الكمية قليلة وغنضيفهم كذلك على هاد الشي من بعد غنضوزوا الطريقة اللي غادي نشارك معكم ديال تاقي غناخد واحد جوج اوراق ديال الرند او ديال ورق سيدنا موسا مع واحد ثلاثة ديال معالق ديال الخل اي خل متوفر انا كان عندي هاد البيض صافي غادي نضيف واحد القبيسة ديال الملحة كما كتشوفو وغناخدو هنا ايه العصير ديال عفونا الحامض نقطعو هكا مهم ان اخد انا واحد جوج حبات كبار ممكن ضيفو حتى ثلاثة ممكنش مشكيل هنحاو نقطعوهم بحلكة الى قطع شوية يكونوا كبار صافي وغنحرك الكل جيدا وغنضيف عليهم واحد اطر ديال الما عادي اطر ديال الما وغنارض لكل فوق النار غادي تشوفوه مدة عشرة دقايق حتى كي اغلى تماما كما غنوريكم هايا دزلها عشرة دقايق بعد مما غلى ذاك شي كامل اللي ضفت معهم صافي كي هكا كتاقم اليه وقدر واحد الكشكوشة من بعد غادي نزولها من فوق النار ونصفيها وهنا بعد مما صفيتها وغصلتها وستقطرت تماما من ذاك الماء صافي كي اجي الى هات الشكل غنحاول نوزع هذا بفحد البلاستيكات كما كتشوفو كتبقى لكم الكمية انا جبت هنا واحد البلاستيك غيدائي غنحاول نوزعها الى ثلاثة ديال البلاستيكات وانتو ما كتشوفو القياس اللي بغيتو باش تحتفظوا بها باش تزيدوا ولا تنقصوا يبقى لحسن باعدد الاشخاص مهم يكونوا هكا واحد الكيمية تكون هكا متوازنة تكون مقدة تقريبا صافي كي ماشته اخذي تدبر البلاستيكات الثانية ونضير فيها واحد الكيمية تالي كتكون مقدة مع الاولى صافي غنستمر هكا حتى نسالي صافي هدي الكيمية اللي خرجت ليها ثلاثة هدي البلاستيكات وغادي نضيرهم في المجمد مني كنبغيهم كنخرجهم وانتمنى تكون اعجباتكم لفيديو تالي ومواقف العداء لا تنسوا نشمل لايكات وتشتركوا في القناة وشكرا لكم اللي تتاببوا دالا فيديو